الموسم اللي فات يمكن الزمالك بدأ بشكل ما كانش متوقع في البداية النتائج كانت سيئة لكن تقريبا في النهاية طلع ده أنجح موسم في تاريخ سلة الزمالك بطولة أفريقيا تحت رعاية MBA الدوري السوبر يعني انت شايف كواليس ده ازاي وازاي قدرتوا تتغلبوا على البداية السيئة دي بانه كتحولوا الموسم تاريخي في النهاية والله يعني هو أول حاجة يتوفي من ربنا يعني طبعا ده ده نقطة مهمة جدا بصص احنا البسكت الدوري عندنا مختلف شوية عن دوري الكورة بمعنى ان انت مثلا في دوري الكورة لما بتبدأ تربع خمس ماتشات في الأول بتخسر في نفسك في اخر الجدول وموضوع صعب ان انت ترجع أو اي ان كان لما تبعد عن الاهلي شوية أو الاهلي يبعد أو الزمالك يبعد عن الاهلي او اي ان كان المتصدر ده بيفرق مثلا تسعة بونت اتناشر بونت مافيش حاجات كتير ممكن تعملها لكن احنا عندنا معلش محترام من الناس كلها انت ممكن تخسر كل مرشاتك الترتبية تطلع ثامن وتلعب بلاي اوفس بلاي اوفس ده 5 جيم سيريس يعني ممكن اي حاجة تحصل ممكن اصابات تحصل في الفرقة ممكن الفرقة اللي انت بتلعبها تبقى مش جاهزة ممكن هما يتخنوا مع بعض ممكن المدرب يحصل له حاجة ما يجيش اي ان كان تلاقي نفسك بتكسب البلاي اوفس الاولانية ديت وتلاقي نفسك وتطلع ثامن وبتلعب فاينال دوي الموضوع بالنسبانا مختلف تماما لكن الاهم بالنسبة لي انا هو الاداء بمعنى المكسب وخسارة دي بتحصل عادي كنا بنكسب ونخسر لكن انا بخسر ازاي وبكسب ازاي هل فيه تطور وانا مفيش تطور اه وده اللي انا عدت تكلمتي فيه مع فرقة لما رجعت قبل ما بنبدأ المتشاطة تتدورت تاني وانتقول يا جماعة هي اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا نتطور كل ماتش عن ماتش احنا عملنا عملنا ستة ماتشاط اسوأ ما يكون اه غلطات كتير جدا بس المشكلة ان خلطات بتتكرر يعني مشها بنخسر ماتشم مش مشكلة ان انت بنغلف نفس الغلطة في كل ماتش نب envol films جدا في مشكلة اخي كده احنا زي واي حاجة اه وهو ده ان احنا حاولنا ان احنا حركز فيه مافيه شوية جماعة الغلطات اللي احنا انا كنا بنعملها كتير نقللها والغلطات اللي احنا بناف εحنا منكون storyt에 ن Theo المركز اللي قدامي احنا حيات كتير بدأنا ان اشتغل عليها وهنكمل على فترة التي انتم مفروض فيها. النهاية بتاعتك برضو يعني التخبط الاداري او عدم الاستقراري الاداري بيأثر عليك بيأثر عليك بقى سواء المالديات متأخرة بيأثر عليك سواء تغيير في الجهاز الفني بيأثر عليك سواء حتى في الكلام العام في الاجواء العامة اللي بتبقى حواليك مهما ان كان انت برضو مش عايش لوحدك في البابل بتاعتك لانت عايش مع العالم كله فانما دي في مشاكل انت بيحصل تأثير هي الفكرة كلها انت بتحاول تقليل التأثير دوت لكن انت مشتحيل تمنع يعني مشتحيل تمنع مسلا اكون انا واحد عندي مشاكل مادية واقدر ننزل ملعبات مية في المية مستحيل وفي نفس الوقت برضو ما تقدرش انت تيجي عليك لعيب يعني انا برضو كلعيب علي لي حقوقي وليه مستحقاتي انا بحاول اصبر شوية او ايا كان لكن لازم انت تقابلني نص الطريق لازم انت برضو تقدر المشاكل انا عندي انا حتى لما المشاكل عندنا في النادي اه ماشي المشاكل مش كلها بتتحلل مرة واحدة المشاكل دي ما موجودة في العالم كله على فكرة مش عندنا احنا بس لكن لما الموضوع بيتأخر قوي بيأصل على اداء وساعتها انت بتعرضي تلك على اداء طب انا انا برضو مش بيدي عدم التركيز ده اوقات كتير بيبقى خالج عن قرطي طب يمكن بمناسبة الاستقرار الاداري طبعا بيكون ليه عامل كبير في بطولة افريقيا ببال كنتم سافرين بمجلس ادارة وانتو خلال البطولة كان في مجلس ادارة تاني هل ده مشتتش تركيزكو يعني برضو كان فيه ازمة مصارعة عن مستحقات متأخرة ما اثرش عليكم وانتو فوسط الطريق وازاي برضو قدرتوا تقفلوا على نفسكو في الفترة دي طبعا هو ايكي تأصل علينا يعني احنا كنا مسلا ساعتها برضو كنا وغدين وعد من المجلس ان احنا الفلوش هتتصرف لنا واحنا هناك وبعدين المجلس يتغير جي مجلس جديد لكن يعني ساعتها كابتن حسين لبيب كلمنا على طول ان انا جماعة احنا بنحاول نزبط الدنيا بنحاول نتصرف بنحاول نحل الموقف وركزه في المنشاط طبعا لو احنا كنا هنا في مصر كان الموضوع اصل علينا اكتر شوية احنا كنا محظوظين ان احنا كنا قدرت سافرنا وكنا مقفول علينا كنا بابل ما فيش حد فينا حتى مش عاكتين يتقابل مع بعض نتكلم في الموضوع لان مهما كان انا بعض معك في القوضة هنتكلم في الحاجات دي فالموضوع بيأصل عليها سلبي انا برضو كنا ايه كل واحد عاد في قط الواحده عشان الكورونا يعني فده برضو منع شوية الكلام الكتير اللي بيحصل مع بعضنا فقلل شوية من حدة التأثير يعني لكن هو الموضوع اثر ولكن احنا كنا محظوظين بصراحة ان احنا كنا في وسط المنشاط كان خلاص يعني ما كانش في حد بيفكر توقتي الحدث كان كبير جدا واحنا كنا حاسين بالاهتمام بتاع الان بي اي لنا الميديا اتنشن وكده من كناش عارفين نفكر في اي حاجة غير في الحدث اللي احنا كنا فيه يعني بعيدا عن مشاكل بقى يمكن في البطولة نفسها من وجهة نظرك ايه اصعب ماتش يعني ناس كتير اختارت ماتش اللي افتتاح عشان اجواء جديدة على اللعيبة وناس اختارت النهائي قدام فريق قوي اتحاد من استير التونسي وبالنسبة لك انت كان ايه الاصعب لكو كزا مالك يعني هو السؤال يعني ممكن اخر هم اخر ماتشين بصراحة اللي كان فيهم باسكت كويس يعني ماتش بيتر دلوان دا كان ماتش حلو كان بس هو كان الماتش كان ممتع بصراحة فانا مش مقداش برده قولي انه هو ماتش كان صعب لكن هي البداية بتاعت الماتش بتاع المستير هي اللي كانت مقلقة بصراحة يعني احنا بدعنا الجيم هم كانوا 12 بنت وصل 14 بنت كمان البداية ما كانتش مريحة بالنسبة لي انا شخصيا كمان عملت فاولات بدري كتير واحتطالة وكنت قلقة يعني قلت هم لو فتح اكتر من جدا ممكن الشرطة التاني من منلحقش ومنعرفش نعوض لكن صراحة يعني اللعيبة كانت لنزله مكاني صراحة اللونه وكان مفيد جدا الفرقة في ماتش دا يمكن هو دا حسن ماتش هو لعبه المحترف اللي كان معانا ساعتها والناس كانت قادرة ان هي تحافظ على الجيم لحد من خلزلنا خلصنا في الثالث والرابع يعني لكن اه يعني ممكن الماتش دا هو كان عصاب ماتش يعني طبعا بعد ما كسبتوا بطولة يمكن اول فريق مصري وافريقي شارك في كاس العالم كمان كاس العالم هيتلاعب في مصر انت شايف القرعة ازاي في الاول لان اول ماتش دا حامل لقبي فريق الاسباني بالنسبة لي بصراحة انا شايف ان القرعة كويسة الفرقة الاسبانية يمكن عندهم مشاكل زي ما احنا عندنا مشاكل برضو وعرفش يمكن الناس كلها اخدت بالها من الكلام على الفيس بوك وكده هم مرضو بس مغيرين مدرب لس مغيرين من ثلاث لعبة من الفرقة السيزن دا بتاعهم مش مش زي السيزن اللي فاتوا هم كاسبانين البطولة وكده لكن انا برضو عايز اقول لحياتك انا حاجة ان هم خادوا البطولة بتاعت الانتر كونتينت الكاب وما كانش في فرقة من امريكا موجودة فدي برضو حاجة ممكن الناس مش يعني اذا كنت كنت تروح تلع فرقة امريكا كان موضوع يبقى اصعب واصعب انا شايف الفرقات بيننا وبينهم فرديا هم يعني فرقة ايضا طبعا في الاول في اخر في الدولة الاسباني لكن كتيم يعني انا مش شايف ان الموضوع بعيد انا شايف ان احنا مع مع الشغل اللي احنا مفروض نعمله الاسبوعين الجايين عشان يبقى اجهزين البطول اعتقد ان احنا هنفاجئ الناس كتير يعني طبعا البطولة هتتلعب في مصر ولسه متحسمش بشكل رسمي حضور الجماهير شايف لو حضور الجماهير جي دا بيكون حافز اكبر ولا ضغط اكتر على الفريق لا هو اكيد حافز بس هي المشكلة ان في الحافز اوقات بيقلب عكسي يعني في الاول والاخر العيبة بتاعتنا بقالها كتير او ملعبتش بكمهور بتتكلم في انا مش عارف ممكن مثلا 8-9 سنين كاجوا مهور كومهور يعني ان في النادي شوية اعضاء بيخشوا يتفرجوا مرتش مبارح 25 واحد بالكشف يعني فانت بتتكلم انت لما الناس تي بتاعتش يجي يتشجع يعني هو علميا يعني علميا فان عايز اقولك على حاجة انت دا بنشط الادرينالين في جسمك الادرينالين في الاول بيديك بوش جامد وباور عالي بس المشكلة ان هو بعد كده بيحصل هبوط في الادرينالين في جسمك بيحصل له كراش يعني دا طبيعي جدا من في الاول هتلاقي في التسخين بقى الناس جامدين وبنط دنكات وش عارف ايه بعد ما يقعدوا ايه دا كده بيحصل يعني بيحصل في البلد شجري يعني فدي حاجة علمية يمكن الدكتورة نظر بتقول عليها دا غير بقى ان في ناس قاعدة طبعا انا عايز اجيب عايز اشوت عايز اوري الناس ان انا لعيب كويس طبعا دا مش شرط بيرود لو شدت وضيعت بالنسبة لنا احنا كفرقة الدنيا مش كويسة لكن يعني اعتقد ان احنا لعيب اللي عندنا هيبقى كبار عقليا مش سنة عقليا ان هم يقدر يفهموا ان الدنيا لازم واحدة واحدة لازم يتعودوا واحدة واحدة يعني انا بصراحة واحد من الناس اللي نفسي الجمهور يبدأ يرجع ممكن دي تبقى حاجة توري الشرطة عندنا والاتحاد ان احنا قادرين ان احنا ندخى الجمهور ونبقى الناس محترمة وما يحصلش في مشاكل لان فعلا فعلا بسكت بالجمهور حاجة غير يعني انا في امريكا كنت بلعب واثنين وعالشين الف واحد بتفرجوا علينا يعني وزي ما كانوا بيحبونا كانوا برضو بيشتمونا وبنخسر عادي جدا يعني دا شيء طبيعي جدا من الجمهور بس هي الفان كان بيبقى في الجمهور وفي الحدث ككل مش بس ان انا بلعب وخلاص يعني اشتركوا في القناة